يا شيخ إني أتوب كثيرا ولكن أشعر أن هناك شيء خطأ يريد علي الشيطان بيقولوا عليه الشيطان شاطر فعلا بحقيقة الشيطان يا إخوة قاعد معك ليل ونهار سيفك ونتم تسيفه وأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قاعد معك شايفك بتحب تأكل إيه وبتكره إيه بتقول إيه بتعمل إيه هو شايفك فضيلك قرين قاعد معك طول الوقت هذا القرين اللي قاعد معك طول الوقت عرف بقى نقاط ضعفك وعرف ما دخلك وما خارجك فبيلعبك فأحيانا لما يبقى الإنسان الشيطان ساعده في معاصي كتير وعند كده يجي يتوب الشيطان لازم يلعبه فانعايز الشيطان لما يجي يلعبك انتبه انتبه له وأنجه منه إزاي؟ أني يقولك لا أنت مش قصدك تتوب أنا قصد تتوب يا رب أنا قصد تتوب ده أنت عشان خايف من كده يا رب أقول شدك أنا مش خايف من كده أنا توبت لك أنت يا رب ده أنت مرائي يا رب أنا مخلص أنا مش مرائي أنا لا أريده أحدا أنا أريدك أنت يا رب اغلب شطان اغلبه بس فعشان كده بيقول إيه أنا حاسس إن أنا في حاجة خطأ بترد عليك ما تنتفتش الشيطان الرسول صلي عليه صلى الله عليه السلام قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن ينطق به فقال ذاك صريح الإيمان إذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليتفل عن يساره ثلاثا وليقول آمنت بالله ورسله ولينتهي تلات حاجات يتفل اتنين يقول آمنت بالله ورسله تلاتة ولينتهي يسكت ما يناقش إنت لما تناقش الشيطان تاخد وترد معاه يغلبك ده اش طال فلذلك ما تناقش ولينتهي آف الباب ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقش ترجمة نانسي قنقر